امام البيت الابيض في واشنطن تجمع المئات من ابناء جاريات الدول السابع المتضررة من قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب وكان حضور الجارية اليمنية هو الاكبر تظاهرة دعا لها ناشطون بعد صدور طعن في قرار ترامب الاخير الذي يقضي بمنع سبع جنسيات من بينها حاملي الجنسية اليمنية من دخول الولايات المتحدة الامريكية حتى اولئك الذين استثناهم القرار قبل الاخير والمتمثلون بالاقارب من الدرجة الاولى لحاملي الجنسية جاء الطعن في قرار ترامب من القاضي دريك واتسون حاكم محكمة في ولاية هاواي قبل سريانه بيوم والذي كان المفترض ان يتم العمل به في الثامن عشر من اكتوبر من العام الجاري بعد ان قامت عدد من المنظمات المدنية في امريكا برفع دعوا قضائية للمحكمة توافد المئات من ابناء الجارية اليمنية من مختلف الولايات لتنفيذ وقفة احتجاجية ضد قرار ترامب الذي وصفوه بالعنصري وبعد ساعة من الوقفة تحرك المتظاهرون في مسيرة مرت امام فندق ترامب تاور التابع للرئيس الامريكي والتظاهر هناك لساعتين ليتحرك بعد ذلك ممثل الجالية الى السفارة اليمنية في واشنطن للالتقاء بالسفير اليمني احمد عوض بن مبارك ومناقشة دور السفارة في محاولة الغاء تلك القرارات مظاهرات مماثلة كانت قد خرجت مطلع فبراير من العام الجاري بعد اصدار ترامب لقرار انقضى بمنع رعاية سبع دول من دخول الولايات المتحدة الامريكية استثنى القرار انذاك اقارب حاملي الجنسية الامريكية من الدرجة الاولى اكثر من مظاهرة واكثر من طعن في القرارات خلال عام واحد فهل تنجح هذه الضغوطات والاحتجاجات في اثناء ترامب عن قراراته تجاه مواطني تلك الدول المتضررة اصلا من ممارسات ادارته اشتركوا في القناة